موسيقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم نهاردة في درس جديد على قناة يوتيوب وشوب توتوريالز في درس نهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي هنرجع تاني لدروس الدمج مش هنرجع نعمل دمج او هنشوف ازاي هنعمل دمج هنشوف ازاي هنرجع لان احنا بقلنا كتير اوه ما عملناش درس احنا تقريبا اخر درس عملناه كده يعني تقريبا استنى شوف لك ارجع متى كان هذا اهو يعني بقلنا يعني اهو اخر حاجة قدامنا كانت شهر وكمان طول الشهر ده ما عملناش فيها دمج خالص ففي درس نهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل دمج زي اللي قدامكم على الشاشة ده بالفوتشوب بساطة ان شاء الله كل اللي عليك تعمله هو تابع معي الدرس في درس نهاردة ان شاء الله قبل ما نبتقي الدرس يعني احب اوجه رسالة للناس اللي هي كانت بتسأل ايه هي الهدية اللي هتتعمل ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة وكده وهيبقى الموضوع ان شاء الله هو انتظر درس بعد الدرس ده اللي هو فيديو هينزل على القناة ان شاء الله بعد الدرس ده بيوم او اتنين اللي هو قبل نهاية السنة يعني ان شاء الله هيبقى متقال في ايه هي الجايزة دي وازاي تقدر تشارك عشان تكسب الجايزة وان شاء الله هيبقى فيه يعني حاجة حلوة بإذن الله دي النتيجة بتاعتنا بتاعت الدرس التعال النهاردة ان شاء الله انا حبيت اعمله بلوجو اليوتيوب مش عشان حاجة يعني بس رقيته هو اللوجو اللي جاهز قدامي مع ان كنت ممكن حط اللوجو بتاعك بس يعني مش مشكلة انت عايز تحط اللوجو بتاعك عايز تحط اللوجو اليوتيوب زي ما انا هعمل كل اللي عليك تعمله بس هو تشوف في الخطوات وتشوفها ان شاء الله هتتعمل ازاي تمام انا اول حاجة هتعملها ان انت هتفتح نيو انا هفتحها بمثلة ال 1280 في 720 اللي هم قاسر HD وهتدوس اوكي كل الحاجات اللي مستخدمة في الدرس ان شاء الله هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن ما تقلقش يعني تحت الفيديو فاول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح الصورة دي لنصورة الارض دي دي لان احنا نستخدمها ان هي تبقى الارض اللي واقف عليها المودل بتاع التصميم فاللي هو سحبها فيها يعني سحبها في منطقة العمل وكمان حاجة برضو من نسبة ان احنا برضو النهاردة في اخر السنة كل سنة طيب ياللي بتسمع الدرس الوقتي وان شاء الله تبقى السنة جديدة سنة سعيدة بإذن الله تمام بعد ما تسحب الصورة زبطها في المكان اللي انت عايز بالزبط وصغر حاجمها شوية عن طريق ان انت دوس كنترول تي وتصغر تقدر تدوس على علامة القفل اللي فوق دي وتتحرك القيمة بتاعت الويتس او الهايت الطول او العرض فتصغر بدون ما تبوز الابعاد بتاعتها وتبقى كانها ممطوطة او مبطوطة كده يعني بالطول او بالعرض يعني اقصد تمام دلوقتي هنجيب اللي هو الموديل او اللي هو يعني يعني قبل ما نجيب الموديل انت شايف دلوقتي الارض اللي احنا عملنا مقصوصة مش بالزبط يعني احنا قصنها بقادة اللاسو تول دي او اللاسو تول مش شايف تقطنات ازاي وطالما هي ارض يعني احنا عملنا كأنه واقف في حتة غريبة مش واقف في الشارع او في مدينة فالارض مش هتبقى مقصوصة بالبيرفكت او يعني فهنقصها بالشكل الغريب اللي احنا بنعمله اللي الوقت ده تمام بس نتقلطش غلطتي لان انا دلوقتي كنت اعمل الفيزر فوق 13 فانت كل عليك تعمله ان تتخليه 0% عشان التحديد يبقى معاك حد ما يبقاش طريقة وياخد يعني انحنقات كتير يعني تمام هنعيد التحديد هو هو تاني تمام ودوز كنترول جي عشان تاخدها في لاير لوحدة همزح دلوقتي الخلفية الاصلية مش عايزة ودلوقتي لو تلاحظ اللي قطع لفوق ديت هتلاقيها حد اوي كأنها مقطوع بسكينة ومفيش ارض في الدنيا مقطوع بالشكل ده فهندوس على علامة المسك دي ندوس على كليك فهندلاقي ان احنا اتفتح لنا اللي هو اللير لون ابيض اللي عليك اللي عمله دلوقتي ان انت تدوس كليك او كنترول وانت بايف على اللير هتلاقي مربع كنا محدد بيظهر لك دوس كليك وانت دايس كنترول ده هتلاقي نفسك حدد الارض بتاعتك دي حركة سهلة يعني للتصريح شوية في ان انت ازاي تعمل كده ازاي التحدد تمام هتجيب اداة اي اداة تحديد وتدوس كليك يمين وتختار فيزر وتخليها 10 في المية او 10 بيكسل وتدوس اوكي هتيجي دلوقتي عند الولير المسك اللي هو اللير الابيض ده وتجيب فرشة سهده وتأكد ان اوباستي بتاعتها 100 في المية وابتدي هنخليها الاول مية في المية والفلو كمان مية في المية وابتدي امسح كده بس كده انت هتلاقي نفسك بتمسح الارض احنا عايزين نمسح حوالين الارض فدوس كنترول شيفت اي عشان كيانك تحدد اللي برا لير الارض المقصوصة دي وابتدي امشي دلوقتي بأداة الاص او اص دي يعني بالفرشة يعني هتلاقي ان انت مهما قصيت او مهما دخلت في اي حتة انت بس بتقص اللي برا فما تقلقش حتى لو ايدك دخلت لجوا بالغلط دي ما فياش مشكلة هنبص عادي خلص فتمام احنا كده تقريبا الشكل كويس فانحدد بس حتة لع الشمال دي وكده تقريبا خلاص ندوس كنترول دي عشان تلغي التحديد اولاك يعني كنترول يه وتمام دي بتبقى مفيدة في الاحنا كأننا هدينا حدة القص دي شوية دي بتبقى مفيدة ان انت رح حطيت ورا مسلا خلفية مضيئة يبقى كأن الضي جاي عليها فبتدي شكل كويس هتشوفها دلوقتي كمان في الدرس دلوقتي نجيب لير الموديل الموديل اصلا كنا وايد في صورة بخلفية بس انا هحطها تحت ان شاء الله في الدسكريبشن بمقصوصة اتش دي اه مقصوصة بينجي هحاول لانها تقريبا هقفلها دلوقتي تماما نصغر دلوقتي بس حجم الموديل شوية عشان هو يبقى حجمه طبيعي مع المكان يعني بس المهم حوالها كونفيرت فور سمارت فيلتر عشان لو حاجة دقيقت من انت عملتها وعايز تعيد عليها يعني تصغرها براحتك يعني مش قلت لك هقفلها لان التسجيل ده بعد تسجيل الفيديو فانا لأسف تكرت تلقتي تمام دلوقتي هنصغر الصورة شوية كنترول تي وتصغرها سنة سنة اوكي تمام كده بس انصغرها سنة كمان تمام انا دلوقتي بس عايزها تبقى في الصورة بالزبط حدد لير الخلفية واللير الموديل ودوس على العلامة اللي فوق دي ان انت كانك بتقول للفوتشوب امر انه يخلي كل حاجة محطوطة في خط مستقيم في النص كده بحيس ان انت لو قسمت الصورة نصين تلاقي النص اليمين زي النص الشمال بالزبط تمام دلوقتي انا اجيب اللي هو اللير اللي هو الخلفية اللي هو الخلفية المريبة جدا اللي هي لونها ازرق دي نجيبها بس تحت شوية كده عشان نحطها ورا الموديل تبقى يعني كأنها بالنسبة طبعا للتصميم هي قدام الموديل بس احنا هنحطها في اللير تحت خالص تمام موسطا انت بس انا بس بس الموان ما تخليش اخرها عند اخر الصورة بالزبط عشان لما تعمل بلور او حاجة ما يبقاش حوافها بينه وتبقى بينه ان الخلفية مش حقيقية فاوكي هنخش دلوقتي وندوس من فلتر ونختار هان بردو هنعملها كونفيرت فور سمارت فلتر عشان يبقى الشكل بتاعها لو قصلي لو عملنا حاجة دقيقتنا يعني في الفلاتر او كده نعرف نعندل عليها براحل وبعد كده خش من قيمة فلتر وتدوس جوز جنبلور عشان تعملها ناياكي انها بعيدة يعني فهي مش في الفوكس فا تمام ودوس اوكي خليت القيمة خمسة سبعة من عشرة تقدر انت كمان تعملها كده او لو عايز تزود شوية مفيش مشكلة خش من قيمة تختار هيو ساتيوريشن عشان عايزين نغاير لونها الخلفية دي من الازرق للاحمر فهتجبها عن اليمين خالص بس مش اوي عشان يبقى لون احمر مش بورطاني واحنا عشان عاملنا احمر عشان يبقى لون اليوتيوب تمام ودي تقدر بتخليك ان انت اما ابيض و سويد او لونها زهي اوي فاحنا مش عايزينها ابيض و سويد ولا كده هنخليها سلب عشرين يعني حاجة في المتوسط يعني تمام نجي لوقتي عند لير الارض يعني تحت لير الارض و نجيب اللير لو كان نص الجزيرة اللي عندنا دي و هنصغر حجمها شوية بسيط عشان يبقى باين بس تمام احنا نخلي نخصها بس سوى اللي باين كده عشان يبقى فيه مساحة احط فيها اللوجو بتاع اليوتيوب و برضو وستنها زي ما وستنت بالزبط سوف نقوم بسيط الموديل بتاع الصور انت اتحددها هي و لاير خلفية و تدوسها على رسمة الهوريزونتل دي دلوقتي نجيب لوجو اليوتيوب و نسحبه و نحطه على اللير مص الجزيرة اللي احنا كنا نتكلم عنها دلوقتي دي تمام نخليك انه على قدها كده و ندوس كلكتين و برضو ما تنساش تبقى توسطانها لو انت مش عايف تحطها على الجزيرة دي بالزبط يعني زي ما احنا بنعمل دايما اي حاجة محطوطة على الارض لازم يبقى فيه ضل فتعمل لير بين الجزيرة و اللوجو اليوتيوب و تجيب زي كده و تجيب فرشة اللون هاسود و تخلي الاوبستي بتاعتي 20% و طبعا تتأكد ان هي سودة و نعمة اللي هي من الشكل ده تمام فهنبتدي دلوقتي ندوس اكتر من دوسة كده تحت اللوجو بالزبط يعني ما تشتاحش بيدك بعيد او كده لا يعني خليك في النص بالزبط عشان ما تبقاش شكلها مهرجل او شكلها يعني بايز انت كده بتعملها بشكل منظم زي الحقيقي بالزبط لو الحاجة دي محطوطة كده اهو و ليها ضل تمام كده اوكي يعني طبعا اي حاجة بنعملها بنعمل اللوجو كمان نعمل الضل اللي طالع عليها فده مش هينفع نعمل الضل اللي طالع عليها لان احنا هنعمل اللوجو مضيع فمش هينفع نعمل دلوقتي لير فوق لير الارض وبين لير الموديل عشان نخليه للضل بتاع الموديل ذات نفسه فبنفس الفرشة هي العشرين فلمان الصغيرة دي ابتدي اعمل تحت رجل الموديل اكتر من دوسة عشان يبقى طول ما الضل تحت الحاجة نفسها تحت الجسم نفسه بيبقى تقيل لكن كل ما بيبعد تقدر باتخليه خفيف ساعته فكل ما بتبعد عن الضل عن الجسم بيبقى خفيف فالتموم خليه تقيل من عند الرجل ويمطه الورا كده وخليه خفيف شوية تمام دلوقتي هتدوس كلكتين على لوجو اليوتيوب وتدوس اوتر جلو وتختار اللون بتاعه هتخليه احمر زي لون اليوتيوب بالزبط تدوس اوكي وتخلي الموت بتاعها لينر دوج اد اللي بين قصين دي وهتزود القيمة شوية انا هخليها يعني 73 في المية وهدوس اوكي هاخد منها كوبي كنترول جي وهاختار اللون يعني في الاوتر جلو بردو بس هخلي اللون بتاعك انه ابيض محمار شوية وهنصغر الاوتر شوية وانسيبها كان نجرب مسلا اوفرلي بس مش هبقى حلو الاوفرلي فخلينا مش هبقى باين يعني فخلينا اوكي دلوقتي احنا عايزين ناخد او كمان نعمل حاجة نعمل انر جلو عشان يبقى كأن الدوق طالع منها فعاكس عليها هي وخلي اللون برضو احمر فاتح كده لو مال كأنه روز شوية وهتخلي سكرين زي ما هو ويتزود السايز وتقلل البس شوية هنيجي دلوقتي عايزين ناخد بقى السهم الاويض اللي في النص اللي هو عالمة البلاي فتيجي بقى بدات الماجيك واند تول دي وتدوس كليك في النص كده او كليكتين وتدوس كنترول جي هتلاقي انها طلعت بنفس الاعدادات بتاعت العالمة الكبيرة ان طالما انت اواخدها من حاجة عليها افكتات كده فلما هتاخد منها كوبي هتبقى وردو بنفس الافكتات دي هيا ايه فلكن اطلع على الاكبر منها يعني تمام دلوقتي ايجي ما عند الموديل ذات نفسه انه الموديل يعني الموديل واقف قصات حاجة عليها اضاءة فلازم هو كمان يبقى مرمي عليه الاضاءة وطالما الاضاءة في وشه يبقى ظهره لازم يبقى مضلم فده هتتعامل ازاي؟ حاجة بسيطة في الصفحة دي هتلاقي حاجة اسمها سيتن ديت اللي بتعمل ان كأن انا مش عارف هم عملين عشان كده ولا لا بس انا استخدمتها عشان كده فدي بتخلي كأن اما بتعملها على الصفر خالص فبتلاقي ان الصورة كلها بقى كأن عليها لون اسود خفيف فدي بتستغلها ان انت بتوسع الدستنس دي شوي بتزودها كده فبتلاقي ان الحواف بقت مضيئة والضهر بقى لون اسود كده مش مبين يعني مبين كأن في اضاءة قصاد فدي كويسة وتزود الاوباسيت شوية لو الحاجة لو عايز تعمل ضل ما قوي بس بلاش خليها 60% واللون اسود زي ما هو ودوس على كلمة اوكي بس قبل كده ما تنساش تعمل اللي هو الانر جلو عشان تعمل الاضاءة الحمرة اللي هو من اثر الضوء يعني بتاع اليوتيوب فطالما اليوتيوب بنور احمر يبقى لازم الاضاءة اللي جاي على الموديل تبقى احمر وخبار رضو خليها لانر جلائقات دي وزبط size والاوباسيتي وهتدوس له طبعا اكيد يعني بس نغير اللون نخليه اغمق شوية بس هو الفاتح احسن لو انت عايز تغمقها طبعا تمام بعد ما عملت كده ادوس كريك يمين على كلمة اا لان فيه هنا حتة مش عايزين يبقى فيها الاضاءة فادوس كريك يمين على كلمة انر جلو ودوس create layer تعالي عند اللير الاحمر ده ودوس عليه الانامة المسك وهيتفرشة سودا وامسح من الحتة اللي انت مش عايز يبقى فيها الاضاءة دي فانا مش عايز الاضاء تبقى من على الرجل البنطرون من هنا خالص ولا من هنا اوى فهقل الافستيسنة وامسح من هنا ومن هنا ومن هنا تمام بعد كده هنيجي دبقتي عند اللير الارض وندوس click وندوس new فوقيها وندوس alt هنلاقي ان العلامة دي بتظهر لنا ندوس عليها كده اي حاجة هتحصل جوه اللير ده مش هتطلع برا الارض دي تمام هجيب لون احمر بس احمر جامد شوية يعني وهكبر المساح كده شوية وكبر الفرشة شوية وهدوس الكريكتين كده باللون احمر وهغير المود بتاعه وخليها اللي انا اردودش او اي اي مود يديني شكل اضاءة كويس اوكي ده ما فيوش مشكلة يعني ونجيب فرشة صودة ونعمل هنا وندوس هنا وندوس هنا من كأن يعني الاضاءة عشان مش وصلة للجانبين هي الاضاءة معمولة كأنها في النص بس يبس الون احمر عاديل كده شوية تمام نيجي لقاتي فوق كل ده ونعمل نيو لا ما نعملش نيو نيجي فوق كل ده ونختار من Selective Color نختار قصدي من Adjustment نختار Curves من Curves هنختار دي النقطة دي ونرفعها الفوق كده ونجي عندي دي وننزل دي سنة ونرفع دي من هنا سنة حفزتوها انا عملتها كتير ابلي كان بعملها كتير ليه لان هي بتبقى احلى شكل بصراحة بتدي شكل حلو يعني بس نقل من هنا دي سنة تمام عايزين بس نعالج الظل اللي هنا ده لان هو هتعمل بسرعة شوية هنجيب بس ونبتدي نمسح في الحتة اللي ما يبقاش فيها الظل تمام بس نتقل كمان على الظل شوية لان هو خليه عشرين في المية ونبتدي نعمل من هنا كده ومن هنا كده عشان يبقى هو ده الظل يعني بتاع اللي بس تسنة ونقدر بقى تنضيف شوية حاجات كده بسيطة تحلل الشكل يعني احنا كده كده كانت تصميمنا كله خلص احنا بس محتاجين لو كده كده تعدل على الالوان شوية ممكن نعمل Color Lookup اللي هي دي ونختار حاجة كده شكلها يعني إيليقة على شكل الديزاين شوية من Film Stock شكله حلو بس اللي هو ده هون اللي قدامكو ده بس نقلل UpCity شوية ونعمل New ونختار Fuji Knight بيدي شكل حلو بس لو نزلنا تحت ده وقلل UpCity خليها عشرين في المية بتدي شكل بحتان شوية الارض قصتها مش حلوة خالص باين قوي فهنجي من هنا ونعمل بالفرشة ونبتدي نمسح كده تقدر برضو تعالجها كمان بان انت تجيب فرشة بس من فرشة الاشكال دي دي بتدي برضو شكل كويس يعني ان هي بتدي كأن ده عشب بجد ومقصوص كده فعلا هون وبتدي شكل لوها مش منتظم قوي للارض يعني نمسح نشألها كل ILbehör 1 وما تنساع اهم حاجة تخش بتدي برضو حد اكتر للصورة بتبين ان الديزانρχ تختار HD وشكل حلو اه تقدر تاخد كوبي من الصورة وتدوس كليكتين عليها وتعلم على الار دي تشيل العلمة من عليها وتدوس اوكي وتدوس شفت وساهم يمين تعمل الحاجة الغريبة جدا دي بتدي شكل حلو برضو بس تمسح اهم حاجة من الحاجة المهمة في التصميم عشان ما يبقى الشكلها غريب وبكده يبقى درس النهاردة خلص اتمنى نكون فعلا عجبك وارجعنا للدمج بحاجة كويسة يعني وما تنساش تشترك في القناة عشان بازن الله ربنا يبارك ونوصل لعشرين مشترك اه عشرين الف ومشترك وبازن الله ربنا يبارك فيهم بازن الله ويبقوا ويستفادوا من الحاجة اللي احنا بنزلها دي كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف سلام عليكم